اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف من رشد الزياني وزير الخارجية في مقر الباثة الدائمة لمملكة البحرين في نيويورك مع معالي السيد ريتشارد راندري مندراتو وزير خارجية جمهورية مدغشقر تم خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون الثنائي المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية مدغشقر في مختلف المجالات التي من شأنها تحقيق المصالح المشتركة للبلدين إضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك كما تم خلال الاجتماع التوقيع على بيان مشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية مدغشقر ترجمة نانسي قنقر